ثماني سنوات وهذه المجمعات موطن لنازحي منطقة سيد غريب في صلاح الدين منازل أشبه بالعراء لا تقي حر الصيف ولا ترد برد الشتاء ترك هنا في عزلة دون إعانة حكومية أو اهتمام مسؤول نحن نازحين من منطقة سيد غريب صار أكثر من ثمانة سنوات وتعرف هذا مجمع وليس مخيم قبل الهجرة طعلا مو مخيم فمحتاجين هسا صوبات إلى نفط لأن تدري احنا مقبلين على الشتاء فهي الأطفال أكثر تعرف المجمعات مو ما تقدر تحتوي أطفالك يطلع برد هذا والأمطار وإحنا هنا معاناتنا صعبة يعني المهجر هو معاناته صعبة تدري لأكو وجبة لأكو مواد لأكو كل شي حتى منظمات وقفت يعني وقفت للمهجرين العالم أكثر رجعت فإحنا ظلنا قاعدين هنا ما عندنا بيوت نرجع فمعاناتنا هواية يعني مشاكل وتدري هاي الأوضاع هي التعبانة هذه وأكثر ما يزيد المعانات مأساة هي الأمراض التي تصيب النازحين ولا مال لشراء الدواء أنا عندي هذا ولد ابني إثنيا واحد تكسر بالدام واحد عنده صراع يردون كل شيء ست تكسر أربعة تكسر ثلاثمية أربعة مئة من هنا تجيبنا ويطلب من اللهم منهم يجون يشوفون حالنا ومريض كل شيء منهم يدحجون على حالنا مثل جهالهم هم وإحنا ستجعنا بل الصاخة والأظام والبريد لا نفطة لا مثل صابة لا مثل كل شيء جدنا نتنى فرج الله فرج الله شو لا يجيبونا ولا شو وكيف تكون العودة ممكنة والميليشيات لم تبق منزلا قائما ولا بستانا مثمرا وفوق ذلك التهديد والإرهاب والاعتقالات لمن يفكر بالعودة إلى منطقته وتبقى العودة الآمنة مستحيلة في ظل الترد الخدمي والتجاهل الحكومي وقبل كل شيء سيطرة الميليشيات على مناطق النازحين